اشتركوا في القناة مؤسسة الشارقة للفنون تنظم الدورة الرابعة من معرض الشارقة وجهة نظر بمشاركة ثمانين مصورا فوتوغرافيا وتتبعون مركز انتاج بوابة تفتحها اجتماعية الشارقة للنهوض بالأسر المنتجة عبر المعارض والدورات التدريبية المتنوعة من مركز الاخبار بمؤسسة الشارقة للأعلام وحييكم انا عبدالسلام الحمادي وقدم لكم اخبار الدار لهذه الليلة بدأناها بابرز العنوين فالنشرة بالتفصيل وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بتخصص مليار درهم للاستثمار في مشاريع وشركات مسارعات دبي المستقبل خلال السنوات الخمسة المقبلة وهو البرنامج العالمي الطموح لدفع عجلة البحث والتطوير وريادة الأعمال ضمن القطاعات ذات الاهتمام الاستراتيجي لدولة الإمارات وتهدف مبادرة مسارعات دبي المستقبل إلى توفير برنامج متكامل لتسريع وتنمية أعمال الشركات الناشئة المحلية الإقليمية والعالمية والعاملة في مجال التكنولوجيا المستقبلية ضمن قطاعات الابتكار الرئيسية بجانب السام المبادرة في توسيع وتسهيل أطر التعاون العالمي في مجال الابتكار وذلك من خلال توفير منصة متميزة للشركات الناشئة مع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة لتقديم حلول لأصعب التحديات القطاعية ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشرقة نائب رئيس المجلس التنفيذي صباح ثلاثة في مكتب سمو الحاكم اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشرقة أبرز ما نقشه الاجتماع في تقريرنا التالي عدد من المشروعات المستقبلية في الإمارة والتي تسهم في تطوير البنى التحتية وترسية أفضل المرافق والخدمات في مدينة الشرقة والمنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية اطلع عليها المجلس التنفيذي للإمارة برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشرقة نائب رئيس المجلس وبعد التصديق على محضر الجلسة السابقة اعتمد المجلس إبرام مذكرة تفاهم بين دائرة الخدمات الاجتماعية وجامعة الشارقة بشأن الدبلوم المهني في الخدمة الاجتماعية وأشارت سعدة عفاف المري رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية إلى أن المذكرة تعمل على تفعيل الشراكة المجتمعية بين المؤسسات والهيئات الحكومية والإقليمية بما يحقق التكامل في تقديم الخدمات الحكومية في مختلف الجهة والمؤسسات وأوضحت رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية أنه بناء على المذكرة ولتقديم أفضل الخدمات في مجال الخدمة الاجتماعية سيتم تأهيل عدد من الموظفين سنوياً عن طريق الدبلوم المهني في الخدمة الاجتماعية بالتعاون مع كلية المجتمع في جامعات الشارقة وطلع المجلس على المرسوم الأميري رقم 48 لسنة 2016 الصادر من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بشأن إعادة تنظيم مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية والمرسوم الأميري رقم 49 لسنة 2016 بشأن مركز الشارقة لصعوبات التعلم والقانون رقم 4 لسنة 2016 بشأن إنشاء وتنظيم هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف وضمن ما استجد على جدول أعمال الجلسة ناقش المجلس التنفيذي عدداً من الموضوعات والمقترحات الخدمية التي من شأنها تحسين جودة الخدمات الحكومية ورفض الإمارة بالمبادرات المتنوعة في مختلف مدن ومناطق الشارقة أصدرت وزارة المالية تقرير السنوية السابع حول العمل الاقتصادي الخليجي المشترك والذي أعدته إدارة شؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الوزارة حيث يظهر التقرير أداء دولة الإمارات العربية المتحدة على صعيد العمل الاقتصادي الخليجي المشترك واستعرض سعادة يونس حاج الخوري ووكيل وزارة المالية التقرير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس في مقر الوزارة بأبوظبي لممثلي وسائل الأعلام المحلية والإقليمية وتناول التقرير أداء دولة الإمارات في 15 محوراً لمجالات العمل الخليجي المشترك وبحسب التقرير حافظ دولة الإمارات على مكانتها كوجهة استثمارية لمواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال اصدار 1899 رخصة جديدة خلال عام 2015 ليصل مجموعة عدد الرخص الصادرة في الدولة حتى نهاية العام الماضي إلى نحو 20 ألف رخصة ويتضمن التقرير المؤشرات الإحصائية لأداء دولة الإمارات في المجالات الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية للسوق الخليجية المشتركة أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن مواطني الدولة حاملت تجوزات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة والعادية أصبح بإمكانهم السفر إلى جمهورية سنغال دون الحاجة للحصول على تأشيرة مسبقة مع إمكانية البقاء لمدة ثلاثة شهور وقد دخل القرار حيز التنفيذ يوم أمس الاثنين مما يؤكد تنامي العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية سنغال وبما يعزز التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة مستقبلا المجلس الوطني الاتحادي وخلال دور الإنعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر الذي بدأ في الثامن عشر من نوفمبر من عام 2015 واختتم أعماله في الرابع عشر من يونيو من العام الجاري تبنى أربعا وثلاثين توصية خلال مناقشته عددا من الموضوعات العامة التي لها علاقة مباشرة بشؤون الوطني والمواطنين أبرز هذه التوصيات نتعرف عليها في التقرير التالي بهدف المساهمة بشكل فاعل في مسيرة التنمية الشاملة المتوازنة وتحقيق رؤية الإمارات الاستراتيجية المتكاملة عشرين واحد عشرين المجلس الوطني الاتحادي تبنى أربع وثلاثين توصية وفي بادرة هي الأولى له منذ تأسيسه وافق المجلس على أول خطة رقابية شاملة للفصل التشريعي الحالي لمناقشة أكبر قدرا من القضايا الوطنية تهم الوطن والمواطنين ووفقا لهذه الخطة الرقابية الشاملة التي تعد من الخطوات الأساسية الاستراتيجية والتي جاءت أخذ في الاعتبار المتغيرات التي طرأت على هكلية مجلس الوزراء والوزارات تبنى سبعة عشر موضوعا عاما رفعها للحكومة تناولت عددا من القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية والتعليمية ومن أولى هذه الموضوعات العامة سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع الذي تبنى المجلس بشأنه خمسة عشرة توصية لأهمية هذا القطاع في تعزيز مسيرة التنمية وطلب المجلس في توصياته بضرورة الإسراء في إصدار قانون اتحادي للتأمين الصحي للمواطنين وزيادة الاعتمادات المالية المخصصة لمركز الإحصاء والابحات الصحية في الوزارة كما طالب المجلس بفتح كليات حكومية وخاصة تقوم بتدريس التخصصات الطبية الفنية هذا ووفق المجلس على إحدى عشرة توصية رفعها للحكومة خلال مناقشة موضوع سياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات حيث تركزت المناقشات على عدد من المحاور المهمة وهي الخطة الاستراتيجية للهيئة في توطين الوظائف في قطاع الاتصالات وأسعار الخدمات المقدمة ومدى توافقها مع الأسعار في المنطقة وتطوير الخدمات المقدمة للمستهلك وفي موضوع حماية المجتمع من المواد المخدرة وفق المجلس على ثماني توصيات طالب خلالها بتطوير آليات التنسيق بين وزارتي الداخلية والصحة ووقاية المجتمع وطالب بوضع خطط وبرامج عمل تراعي المعايير الدولية لمكافحة ترويج المخدرات وطالب أيضا في توصيته بتشديد الرقابة والإجراءات الأمنية على مراكز الإيواء والتأهيل والعلاج النفسي بما يضمن منع دخول المواد المخدرة إلى هذه المراكز وبتمكين المتعافين من الإدمان الحصول على شهادات بحث الحالة الجنائية اللازمة لشغل وظائف أو أعمال في الدولة وإيجاد فرص عمل مناسبة لهم ودمجهم في المجتمع أخبار الدار ما تزال متواصلة أبقوا معنا حيث تتابعون بعد الفاصل الهلال الأحمر بالتعاون مع شرطة الشرقة ينظم دورات الإسعافات الأولية لمنتسبي البرنامج الصيفي عودة جديدة نواصل فيها تقديم ما تبقى من أخبار الدارة فمرحبا بكم ثمانون مصورا فوتوغرافيا من المحترفين والهواء ممن يقيمون في دولة الإمارات العربية المتحدة ومختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي يشاركون في الدورة الرابعة لمعرض الشرقة وجهة نظر الذي تقيمه مؤسسة الشرقة للفنون في المباني الفنية لمؤسسة الشرقة للفنون في منطقة المريجة ويعد معرض الشرقة وجهة نظر أحد المبادرات السنوية التي تقيمها المؤسسة لدعم ممارسة التصوير الفوتوغرافي في دولة الإمارات ونظرا للنجاح الذي حققه المعرض ففتحت مؤسسة الشرقة للفنون باب المشاركة في هذا العام أمام دول مجلس التعاون الخليجي لإثراء المحتوى الفني والفكري للمعرض وتعزيز تطور المصورين المحليين والإقليميين هذا ويضم المعرض ما يزيد عن 200 صورة فوتوغرافية تعكس بشكل فريد تيمة المعرض البطرية الشخصية وتحاكي مجتمعا ينبض بالحياة تعتبر برامج الأسر المنتجة التي تنفذها دائرة الخدمات الاجتماعية من أهم البرامج التي تهدف للنهوض باقتصاد الأسرة بالإمارة وعليه تم إنشاء مركز إنتاج بحيث يستثمر جهود الأسرة في الإنتاج المنزلي وتوفير مصدر دخل إضافي للحفاظ على الأسرة واستقرارها وتمكينها اقتصاديا وتحسين مستوها المعيشية يأتي مشروع معرض الأسر المنتجة والعائد بفوائده على ما يقارب من 150 عائلة على مستوى الإمارة بحيث يتم دعم الأسرة ومساعدتها للتسويق وتعريف الجمهور من المستهلكين بمنتجاتها خصصنا مركز معين في الدائرة باسم مركز إنتاج تقضم 148 أسرة منتجة الهدف تحسين منتجاتهم وندخلهم السوق بشكل أكبر يعني مش إنه يكون بس عمل منزلي نحن نطلعهم لأماكن ثانية نضم لهم معارض معينة في عدة أماكن منها متاجر الشارجة منها نادي سيدات الشارقة وجمعيات التعاونية أقل معرض يكون مدتها أربعة أيام أو أنه تمتد لشهر كامل تفيدنا منه ويوصي كل إنسان يستفيد من هذا المعرض أن الحمد لله حصل أقبال والحمد لله ما قصروا مزاهم الله خير تضم المعارض منتجات منزلية متنوعة مصنعة بأيدي الأسر كالبخور والعطور والأتار والقهوة يذكر أن مشروع الأسر المنتجة يشمل كذلك برامج تأهيلية بحيث يتم تدريب الأسر على طرق ووسائل الإنتاج وتسويق المنتجات وابتكار سلع جديد ومتميز بجودتها لتصبح قادرة على المنافسة في الأسواق الورش التدريبية هو كيف تعامل مع الزبون كيف خدمة الزبون كيف نظام التسويق يكون كيف نحن نسوق المعرض كيف نحن نحدد سعر المنتج من بعدها ندخلهم على ورش تعليمية كيف يسوون المنتج أو كيف نحسن المنتج نطلع بشكل أجمل يدخلون معنا في الورش التدريبية والتعليمية وغيرها الشيء الأجباري يكون أنهم يكونوا من إمارة الشارجة عندهم رخصة اعتماد ويكون عندهم بطاقة مركز إنتاج يكوننا في البيت بس حين الحمد لله يتصروا بنا ونشارك في المعارض مثلا معارض الشارجة معارض في الديد معارض في المدام نشارك حيّى لهم كان دائرة الخدمات الاجتماعية وعبر معارض الأسرة المنتجة تسعى إلى رفع مستوى دخل الأفراد والأسر بالانتفاع من الخدمات والتشجيع للدخول في سوق العمل الانتاجي ووصولا إلى الاستقلالية والاكتفاء الذاتي ونصل معكم إلى فقرة التواصل الاجتماعي مع زميلة من المرزوقي أهلا بكم من مواقع التواصل الاجتماعي نضع بين يديكم أبرز ما تم تدوله في شأن المحلي نبدوها بتغريدة من حساب سفارة الدولة لدى بيروت سفير الدولة يناقش آليات تشغيل مستشفى الشيخ خليفة بن زايد في بلدة شبعة مع وزير الصحة اللبناني وفي التغريدة التالية من حساب ثقافة بلا حدود تم إطلاق المكتبة الجوية بالتعاون مع طيران العربية لتشجيع المسافرين بممارسة ثقافة القراءة على متن الطائرة أما الآن ننتقل إلى موقع التواصل الاجتماعي الانستغرام وفي اخترنا لكم من حساب بلدية الشرقة هذه الصورة معلقة عليها علم الدولة شعار لها واحترامه دليل على ولائك وانتمائك للوطن فأحرص على وضعه بالطريقة صحيحة وأصورة أخرى من حساب هيئة مياه وكهرباء الشرقة تعتبر الهيئة أو الهيئة عربية تبدأ تطبيق مبادئ حفظ مصادر الطاقة التي تكفل بها مكتب الأمم المتحدة لتطوير البرامج الصناعية مشاهدين ومستمعين ختاما باقي